مناسب هل انا عرضت دلوقتي اه على الهواء مباشرة المباراة القادمة للنادي الاهلي هكون لها مباراة مطلحقة تلت ايام اربع ايام اكتر مباراة هبقى الفرق بينها بالمباراة التانية سبع ايام موسم بينتهي تسعة وعشرين او تلاتين اغسطس احنا النهاردة تلتاشر اه يونيو يعني انت بتكلم في شهرين ونص تمام هتلحق تجيب مدرب يقدر يفهم وانت هتجيب هتجيب بس هو بقى لما الاهلي فكر في موسماني كان تفكير زكي جدا من كابتن محمود الخطيب وقدارة الاهلي لما جاب واحد عالم ببواطن الامور عرف الفرق كويس عرف البطولة الافريقية لانه الاهلي كان في سيمة فهنا البطولة الافريقية وكان فاز ببطولة الدور العام مع ريني فيلر حيحصل ايه خلال الايام المقبلة هل مدرب ممكن تجربة افريقية جديدة ولا مدرب سبق له التدريب في مصر ولا مدرب جديد على الكورة المصرية من وجهة نظر انا شاف ان التجربة الافريقية نجحت ودي تحسب لكابتن محمود الخطيب لانه هو صاحب القرار وهو اللي قرر ان مصر موسماني يكون موجود معنا في النادي الاهلي وراجل حقق انجازات لم تتم من قبل يعني فدي تحسب لكابتن محمود الخطيب رؤية الادارية انه هو قدر يجيبه فانا شاف ان التجربة الافريقية نجحة جدا يبقى دلوقتي يا كابتن شبير قدامنا كزا اتجاه الاجندة موجودة قدام اللاجنة المختص عندنا في النادي الاهلي بمدربين كتير جدا انا شاف الباب مفتوح لكل نعم ونقدر يبقى فيه كزا مجال واحد طرح اسم كابتن معين شعباني انا شاف انه صعب مش صعب انا شاف انه مستحيل اه ده وجهة نظر انا الشخصية يعني لكن اه اه شاف انه هذا الطرح ممكن يكون صحيح عند قدارة النادي الاهلي ولا بتتفق مع وجهة نظري انه لا صعب جدا انه كابتن معين شعباني مع كل احترام مدربين الجايدين جدا يا جماعة الظروف بس مساعدتهش في النادي المصر هل شاف انه طرحي صعب؟ انا شاف صعب لانه هو خلق اسخاد التجربة هنا ما في مصر معنادي مصر نادي كبير وتم مش عايز اقول اخفق هي الظروف مساعدتهش والالواء المناخ العام مساعدهش انه هو مدرب على اعلى مستوى مدرب محترم جدا يعني